السلام عليكم مرحبا من الناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر الديزل المجد والخلود لي شو هدائنا الأبرار وفريك ما ننسوش أعطونا جيم كومنتار وبرتاجونا الفيديو التوانا نحن بعد يعني الحدي تالي سربت عدلي لي لعب ثقيقة معاملهم ما تشانه لي فات نهال حدي ما لي فات نهال حدي لعب ثقيقة اخيرا لعب أتغرىinta لا تحبي ثقيقة أنا شفت شفت بالنائص toute حديث لعب ثلي دقيقة ما شاء الله عليها ما شاء الله على ولنا ما شاء الله على بنا على عوار على قادري 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 فاني ما شاء الله يعني العابة رغم يقدموا في مستوية كبيرة احنا يعني رو كان عدلي ما يهمنيش عدلي قال لك انا ما غاليش عدليش واتعي لعب مع فرنصا الى رحمةها مع الاتحادية الجزائرية وقال ذاك الهدرة يا أخو يا إسام احنا وإلى الهدرها يعني ما الله ما سامحه ان شاء الله ربي وما انتمش نعائلها نمعنا قاد شاهدنا لكانوا يعيروا في عوار ويعيروا في قويري ويعيروا وكانوا هما ما يهدروا وما يعيروا فيهم حتى وين وصلت دفوع عوار يجي خارج داخل بسليماني ويقول لك دخل خارج خائن ودخل مجاهد تعقلوا عليها هذا من 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 حمارة للطيارة من من برويتة للطيارة خلعوا من البرويتة للطيارة خلعوا بساكن الجياح هذا في اليوتيوب شاهدناه جياحة على اليوتيوب يعاينوا في الناس بسعب بعد انقلبت شاهدناه عدلية كي رحلوا في العنصة خرجوا فرحانين عدلية عدلية لا يريد اللعب مع الجزائر ووالله واحد ما يجي جيدكم قالها ذاك الحمار تعليوتيوب ذاك الكذاب بوسيلة مالك الذاب ذاك المخنص اللي متزوج به السبريولي يعني انا نقولها ونعودها من زيدان الى بنزيمة والوصول الى عدلي وتبقى الجزائر اكبر من الجامعة تحية بلادنا ليبغي يجي والله لا مرحبا بها وانديروف وقريصانا وانفرحوا به نفرحوا به قدم مستوياته مشينا نقدسوه مشي القدسوه ما نقدسوه مش قدسوه شاهدت وكتبت أقول كان لك المنزل ليبغي هذا الشيئ وكتبت أقوله كرد القدم ضوجت عشق عشق مزيف خادش عليها لديك نتائج لا يجب نتائج جديد يبغي سوف نرى الفيسبوك الناس وفيليوتيب قادرون يحضرون غيتارة وظيف هذا مكان غيتارة يعني بصعب الحقيقة غير مرغوب يعني لا يعتبر ياسين عدلي أول لعاب من وصل يعني وصول جزائرية يرفض حمز قاميس المنتخب الوطني حيث سبقه في ذلك عدد معتبر من اللاعبين الذين تعودوا يعني تعود وصولهم لجزائر مثل يعني لتمثيل البلد يعني آخر يعني آخر البحث عن المال والشهرة أو لم يجدوا مكان أساسي داخل تشكيلة الخض وعنى المنتقم جزائر من ضغياء مواهب كبيرة لكن مؤكد في كل هذا بأن الجزائر تبقى أكبر من كل هؤلاء مهما بلغت نجومياتهم ومستويتهم الفنية وسنذكر أبرز اللاعبين الذين أداروا ظهورهم للجزائر وفضلوا اللعب للداجات فرنسا زيدان رفض الجزائر لعب ومدرب ولد بمارسيليا 1972 في 23 جوان لأبوين جزائريين ولعب لأندياد بوردو جوبانتيس وريال مادريد وفضلوا الأسطورة الفرنسية اللعب بألوان منتخب فرنسي حيث لم يفكر أسراً في المنتخب الجزائري وفاز زيدان مع المنتخب فرنسي بكأس العالم 1998 وكأس أمم أوروبا 2000 كما وصل إلى النهائي كأس العالم 2006 وخاض زيدان 108 مباراية دولية مع الدجاج فرنسا سجل خلالها 31 هدف ورفض اللعب كاللعاب ثم رفض كمدرب كمدرب للجزائر مبابي رفض كابيرون والجزائر معاً وكان بإمكان نجم الفرنسي تفائز بكأس العالم مع فرنسا اختيار اللعب لصالح المنتخب الجزائري حيث أن وليدته جزائرية تدعى فايزا العماري وهي لعبة كورت يد ولعبت في الدور الفرنسي الأول لكورت يد مع نادي أس بوندي من أواخر التسعينيات وكانت تلعب في مركز جناح أيمن وليده كاميروني لكن بابي ولد ونشئ في فرنسا وتم اختياره للعب في أكاديمية يعني أكاديم مرموقة منذ صغر عام 2016 فاز بابي بكأس أوروبا تحت 13 سنة مع المنتخب فرنسا وبعد ذلك بعامين رفع كأس العالم مع الديوك وقد طلبت الجماعي الجزائرية اتحاد بلادها بانتداب هذا اللعب ليلعب في صفوف الخط لكن بعض وسائل الإعلام الجزائرية أكدت أن اللعب اختار اللعب مع المنتخب فرنسي بدل من المنتخب الجزائري كما رأى بعض الإعلاميين جزائرين أن الاتحاد لم يبذل جهد لازم من أجل إقناع اللعاب الشاب بتمثيل جزائر ويا أردن بابي في الوقت الراهد أحد أفضل لاعبين في العالم وهو أغلى لعاب لسنة يعني من سنة 2021 أنا كان الحاج كان رايح يجيبه حاج محمد راوراوه وتكلم عليه قالهم كنا جايب كنا غني نجيبه قد ملا يرون فاريسا يزالما لكن عندما جاء زتشي وجاء معالك ومعال في ذلك المشروع التي حم هيا سيكتر بهم كاريب بن زيمة يحب الجزائر ولكنه اختار فرنسا ولد اللعاب الاتحاد السعودي حاليا في ليوم بفرنسا من أصول جزائرية وكان اللعاب محل تنافس كبير بين الاتحاد الجزائري والفرنسي لكوات القدم حين سطع نجوميته منذ عام 2006 مع نادي ليوم وقرر اللعاب في عام 2006 لتمثيل فرنسا على حساب الجزائر وحوال مسؤولين من الاتحاد جزائر إقناع كاريب في ارتداء ألوان المنتخب بلاده الأصل وابتصلا به شخصيا لكن اللعاب فضل التمثيل فرنسا بالرغم نجومية اللعاب إلا أنه على العديد من المشاكل مع الديوك مما جعلت مسئلته متوقفة منذ عام 2016 فقيد أن يعود رسميا سنة 2020 بعد غياب أزيد من خمس سنوات سابير ناصري يزور جزائر ولكنه رفض اللعب لها وإن تنحادر أم ناصري اللعاب تدعى وسيلة من مدينة بسكرار جزائرية وقد كانت تعمل مديرة يعني مدبرة منزل وأبوه يدعي أحميدة ينحادر من مدينة قسنطينة وقد كان يعمل كسائق حافلة قبل أن يصبح مدير شخصي لابنه سامير وهجر جد سامير ناصري من جزائر إلى فرنسا وانهجر جد سامير ناصري من جزائر إلى فرنسا تحديد إلى مدينة جنوب فرنسا مارسيليا وهناك كانت بداية لعب في ممارسة كرة القدم وكان سامير ناصري غالباً ما يلعب كرة في طرقات وقام أبوه بتسجيلي في أحد الأندي المحلية السغيرة نابي الفقير ما عرفوا القصة تيهو كدير ما عرفوا القصة تيهو حداد باباه يعني هردوه كريم بن مريم ما عرفوا القصة تيهو اختار فرنسا فقضى على بشواره هذه كريم بن مريم قارير تيهو حد مهدو عدل يريد فرنسا وقد يبقى دون منتخب آخر لعبين الذين رفضوا الجزائر هو ياسين عدلي لعاب ميرون الذي صدح أنه يحلم باللعب مع المنتخب فرنسا في كاس أمم أوروبا والتي ستقام بألمانيا صائفة 2014 صائف هذا وعبر فرنكو الجزائري عن قدرته على تمثيل ديوك بما أنه أصبح قطعة أساسية عندها يعني في ميرون وأصبح يعتمد عليه بشكل يعني المدرب يعني بشكل أساسي وبهذه قطعة عدلي الطريق أمام جزائر بعدما كان يصر على يعني جماهير يعني تشوفوا في المنتخب أنا أقول لكم ونعود الجزائر كبيرة عليكم جزائر كبيرة عليكم تربحوا لي بيجي مرحبا لي بيجي شي يه لي جي مرحبا ولي مجيش يروي يربح موكب بنزيمة رفض الجزائر ما رح سكوب ديمون جزائر رح تبدو كوب ديمون بنزيمة وغاخر معصري هذا هذه يا أخوة ما تنسوا شعطونا الجيم كومنتر وبرتجونا الفيديو تواعنا وإن شاء الله دايما معكم بجديد وليمشي أبوني أبوني معنا ورب يحبزكم ويحبزنا معكم إن شاء الله صحيح